كان ميناء الحديدة واحداً من أهم البوابات التجارية والمنافذ البحرية الهامة ليس في البلاد فقط بل في المنطقة وبعد أن حاولت جماعة الحوثي إحكام قبضتها على السلطة تحول الميناء إلى منفذ لنشاة الجماعة الغامض شأنه شأن مختلف الموانئ والمنافذ البحرية الأخرى في البلاد العام قبل الماضي دفعت جماعة الحوثي والرئيس المخلوع بعناصر من الميليشيا القادمة من صعدة وصنعاء إلى الحديدة غربي البلاد وكان أول ما أقدمت عليه هي السيطرة على الميناء والمطار وتمركزت في أغلب المرافق والأجهزة الأمنية في هذه الأثناء حاولت الجماعة تماماً تحويل الحديدة المدينة التجارية الشهيرة ذائعة السيط إلى إقطاعية تتبع حركتها الفئوية الصغيرة فذهبت لعقد صفقات المشبوهة مع الراعي الرسمي الجمهورية الإيرانية وكان من ضمن ما استخدمته الجماعة هو ميناء الحديدة لبدء مزاولة نشاتها التجاري المشبوه الأخبار قالت هنا إن الأسلحة التي تقتل بها جماعة الحوثي اليمنيين كان مصدرها ميناء الحديدة اتحدثت المصادر حين ذاك إن إدارة الميناء تمنح العمال والموظفين إجازتان بينما ترسو سفن قادمة من بعض الدول محملة بأنواع مختلفة من الأسلحة مع هذه الأنشطة غير المطمئنة ظل الغموض يلف ميناء الحديدة طيلة عام ونصف تقريباً وتوقفت أنشطته التجارية كغاطس بحري عميق وممر لمختلف الأنشطة التجارية في المنطقة ومع دخول التحالف العربي على خط الأزمة اليمنية وفرض حصار قوات التحالف على المطارات والموانئ حاولت إيران بدفع سفينة إلى الحديدة تحت مبرر الإغاثة وعندما رفضت تحويلها إلى جيبوت للتفتيش تحول الميناء إلى هدف لطيران التحالف فقصف مرسى الميناء وبعض ملحقاته مؤخراً الحديدة كانت هي الواجهة الجديدة لممثل الأمم المتحدة في اليمن جيمي ماك في إطار جولة تفقدية جديدة لمعاينة محدثته الحرب هناك بعد أن زار الوفد الأممي تعزو إب توقفت رحلته هنا في الميناء الغربي للإطلاع على ثاني أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر وحقيقة ما حدث لها فالوفد الذي تفقد المكان برفقة القائم بأعمال رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان جمال عبد القادر اطلع على واقع الميناء وحجم الأضرار التي لحقت به ومرافقه الخدمية إذ عبر الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة باليمان عن أسفه عما شاهده من تدمير للبنية التحتية للميناء اشتركوا في القناة